اشتركوا في القناة كما تعلمون أيها الكرام نظام DXN هو نظام مصمم للنجاح لكن تحتاج إلى مهارات تحتاج إلى معلومات تحتاج إلى أدوات من أهم الصفات التي يجب أن تتسلح بها هو الصبر والاستمرارية الصبر والمثابرة يجب أن تفهم أن العمل مع DXN سيمر عندك بصعود وهبوط وعقبات وإحباطات وتحديات كما هو حال أي عمل لذلك أنت لو رأيت مثلا تخطيط القلب لو كان خط مستقيم تقول عن هذا المريض مات ميت لذلك تجده صعود وهبوط وهكذا أي عمل لذلك يجب أن تتسلح بالصبر والإصرار ويكون عندك مثابرة أيضا الاستمرارية مهم جدا أن لا تتوقف لأن يا أخواني الناجحين قل منهم الذين يصلون إلى مبتغاهم يصلون إلى التميز لكن معظم الناس تنسحب لذلك أنت دائما تكون نسبة قليلة للمتميزين لذلك أنت إن شاء الله تعالى مع هذه الخطة ستكون من المتميزين لكن يجب أن يكون عندك إصرار واستمرار في العمل بإذن الله تعالى كيف أبدأ خطة الست شهر الخطة يا أخواني ببساطة أولا أنت تلزم نفسك بتحقيق 100 نقطة شهريا بما يعادل 75 إلى 85 دولار حسب الدول طبعا هي قيمة منتجات أنت تشتري هذه منتجات صحية بتستهلكها بنفسك أو بتبيعها أنت حسب إذا كان عندك فائض أو عندك زيادة طيب الآن تقنع 2 كل شهر يعملوا نفس الشيء يشتروا 100 نقطة منتجات صحية ياء ما يستهلكوها أو يبيعوها شو الخطة؟ إذن أنا كل شهر بحقق مبيعات تحت رقم عضويتي بمقدار 100 نقطة وأكثر وأحضر 2 يحققون نفس الشيء في الشهر اللي يليه أيضا أحقق مبيعات جديدة بمقدار 100 نقطة وأحضر 2 جدد وهكذا فريقي يفعل بنفس الطريقة بنهاية الستة شهر يا أخواني بتكون أنت دعية 12 شخص لأن كل شهر عم تدعو ثنين تمام؟ تقريبا الفريق سيبلغ إن شاء الله تعالى 486 يعني بحدود 500 عضو خلال ستة أشهر وهذا رقم ليس سهل لذلك قالوا عن صناعة البيع المباشر الآن لاحظوا يا أخواني في الشهر الأول أنت دعيت اثنين لاحظوا معي الآن أنت دعيت هذا الشخص M1 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 اللي هما Distributor 1 Distributor 2 تمام؟ أنا هنا حسبت الحسابات هذه لمن يفهم الخطة المالية في شيء عندنا اسمه BV Personal Value هي نقاطك شخصية وفي عندنا شيء اسمه Group Value اللي هي فريقك وبالتالي لا أريد أن أدخلكم بهذه الحسابات أنت هنا تكون صفتك Distributor أنت لازلت شخص موزع طيب لاحظوا معي في نهاية الشهر بيكون ربحك تقريبا 5.25 دولار تمام؟ أنت مشترياتك بحدود 75 دولار تمام؟ زائد ناقص حسب الدول إذن هذا الشهر الأول لاحظوا معي أنت شتريت ب75 دولار رجعلك 5.25 دولار أرباح طيب الشهر اللي بعده نحن اتفقنا الآن كل شهر أنت تأتي بثنين جدد أنت أول شهر أتيت بثنين الآن أتيت بثنين آخرين وهؤلاء الاثنين اللي كانوا معك في الشهر الأول أيضا أحضروا كل واحد منهم اثنين طيب ما سونا نحن الآن مطلوب مننا نشتري منتجات هذه المنتجات تحت رقم عضويتنا وإما بنبيعهم أو بنستهلكهم استهلاك منزلي صحي لأنه المنتجات صحية تمام؟ إذن اثنين كل شهر مع تحقيق 100 نقطة مشتريات طيب لاحظوا الآن في هذا الشهر الثاني يا أخواني أنت شتريت نفس الشيء شتريت بمقدار 75 دولار مشتريات منتجات صحية ممكن تستهلكها ممكن تبيعها الربح الشهري حيكون عندك 14 دولار فاصلة 7 طيب الربح التراكمي أصبح عندك 19 فاصلة 95 لماذا؟ لأنك بالشهر الأول أنت ربحت 5 فاصلة 25 إذن بالشهر الثاني التراكمي يصار 19 و95 طيب الآن دعونا نشوف الشهر الثالث نفس العملية أنت أتيت باثنين جدد كل شهر بدك تجيب اثنين جدد وتشتري 75 دولار يعني مقدار 100 نقطة منتجات صحية بالشهر الثالث لاحظوا يا أخواني الربح أصبح عندك 71.4 بالشهر الثالث طيب التراكمي يعني مع الشهر الأول والثاني أصبح 91 دولار طيب لاحظوا معي الآن في الشهر الثالث يا أخواني أنت اشتريت بـ 75 دولار ورجع لك 71 يعني تقريبا هنا في الشهر الثالث أنت الآن لا تدفع أي شيء زيادة إذن أنت دفعت في الشهر الأول وفي الشهر الثاني فقط 75-75 إذن مشروعك هو 150 دولار ببساطة الآن لأنه في الشهر الثالث بدأت أنت تحقق نفس ما يوازي مشترياتك طيب لاحظوا معي الآن في الشهر الرابع أيضا أنت أتيت بـ 2 جدد طبعا أنا الآن جعلتها مدموجة لأنه ما أريد أن أكثر المخطط طيب إذن أنت جبت 2 جدد اشتريت بمقدار 100 نقطة منتجات صحية وفريقك كل واحد منهم عمل نفس الشيء أحضر 2 اشتروا منتجات يا أخواني الملاحظ تماما بـ DX أننا نعمل مع شركة حلال لأنه نحن نتاجر في منتجات صحية ندل الناس عليها والشركة توزع علينا الأرباح لا يوجد عندنا نظام هرمي أو نظام يعني فقط بتجيب ناس وبدون ما تحقق مبيعات نحن شركة تجارية لاحظوا معي الآن في الشهر الرابع كم ربحك حيكون 270 دولار أنت دافع 75 أنت الآن صرت رابح 172 مع التراكمي 360 دولار طيب بالشهر الخامس لاحظوا بالشهر الخامس أنت نفس الشيء اشتريت بالـ 75 دولار ورجع لك 723 دولار تراكمي 1083 لاحظوا يا أخواني الشهر الخامس أنت الآن وصلت إلى ستار ايجنت عندك اثنين أيضا ستار ايجنت تمام نسبتك صارت 29% طبعا هذه الحسابات اللي بنصي يا أخواني هي الخطة المالية إن شاء الله تعالى نشرحها لاحقا لكن أنا أريد أن أختصر عليكم الطريق لأنه كل هذا محسوب بالسيستم يأتيك كل شهر تقرير واضح تماما إذن لاحظوا معي في الشهر الخامس يا أخواني أنت دخلك 723 دولار طيب بالشهر الأخير اللي هو الشهر السادس أنت أولا أصبحت ستار روبي نجم ياقوتي بأربع وكلاء نجوم هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع نسبتك 33% طيب كم دفعت أنت أشتريت أيضا بمقدار 100 نقطة وجبت 2 جدد وفريقك كل واحد جابت 2 ربحك الشهري 1961 دولار التراكمي 3000 أو 42 أنت تفعل نفس الشيء يا أخواني تشتري فقط منتجاتك والآخرون أيضا يشترون منتجاتهم هذه الخطة بالله عليكم خطة استهلاك استهلاك فقط يعني أنت الآن كم شخص هيكون عندك في نهاية 6 شهر 12 شخص لا تستطيع أن تجمع 12 شخص وتقول لهم تعالوا نعمل خطة استثمارية بمستهلكاتنا الشخصية يعني نستثمر باستهلاكنا الشخصي كل واحد يشتري منتجاته طيب اللي غير قادر يبيعهم ما في مشكلة وبالتالي بإذن الله تعالى بالشهر الثاني أنت لنت تدفع أي شيء يا أخواني حصيلة هذه الأشهر الستة لاحظوا هذا بالشهر الأول خمسة ربعة كما ذكرنا بالشهر الثاني الثالث الرابعة الخامس السادس حتوصل أنت 1961 تراكمي 1342 طيب لاحظوا المفاجأ الآن لو أنت طبعا أنا أحطيكم الآن افتراضي لو أنت بدك تكمل 12 شهر لاحظوا معي في الشهر السابع راح يكون عندك 5420 دولار طيب بالثامن 1444 بالشهر التاسع العاشر أرقام كبيرة تتحدث 243 ألف دولار أنا لا أريد أن أغريكم يعني بالأرقام وثم يقول أحدكم مثلا والله لم نحقق هذه الأرقام يا أخواني نحن الآن لا أقول لكم حققوا 100% ممكن لو حققتوا مش 50 ولا 40 لو حققتوا 10% يعني أنت ربما لا تستطيع أن تسيطر على العمق يعني أنت ممكن 12 شخص سهل أنك تجيبهم كل شهر وسهل جدا أنك أنت تشتري 100 نقطة لكن بالعمق ممكن ما تسيطر يا أخواني طبقوا 10% من هذه الخطة ستصلوا إلى أرقام كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى طيب ركائز النجاح في هذه الخطة لاحظوا يا أخواني خمسة أمور مهمة أولا يجب أن تثق بDXN وتصر على النجاح بهالخطة تقهر المستحيل ما في توقف أنا بدي أبحث عن 12 شخص أستثمر أنا وياهم نعمل الآن مشروع استثماري وأيضا لازم يكون عندي إلمان بالمعلومات الأساسية عن شركة لأنه أنت لما تحدث لـ 12 وتحدث كل شهر اثنين لازم تكون قادر أنك تقنعهم لأنك أنت ملم بهذه المعلومات أيضا اختيار أعضاء قوياء اختاروهم بعناية ناس يكون عندهم طموح عندهم مصداقية عندهم عقلية تجارية يريدوا أن يصلوا إلى النجاح مع هذه الخطة وأيضا يجب أن تبذل وقت أقل شيء ساعة باليوم يعني ساعة إذا بتعمل متابعة مع فريقك وبحث عن ناس جدد بالتالي كافي لكن أنا واثق أنه أنتم ستفعلون ساعتين وثلاثة وأربعة وأكثر أيضا الأمر الخامس والمهم أنك تتابع من خلال نموذج متابعة سنشرحه الآن في السلايد الأخير تابع هذا الفريق الذي استطعت أن بفضل الله تبنيه الآن جدول متابعة شهري يا أخواني طبعا هذا الجدول نموذج ممكن واحد منكم يعمل إكسل شيت ممكن يصمم على راحته يمكن يعمل بالموبايل ما في مشكلة هي الفكرة لاحظوا هذا الجدول المتابعة شهري ستة أشهر لاحظوا يا أخواني بالشهر الأول بالشهر الأول هذا الجيل الأول أنا أتيت باثنين اسمه رقم واحد تمام عضو مباشر من اثنين إذن جبت أنا عضوين طيب هذول العضوين يعني العضو واحد رح يجيب اثنين تمام والعضو الثاني المباشر إلي رح يجيب أيضا اثنين يعني هذا مباشر من واحد وهذا مباشر من اثنين لاحظوا بالشهر الأول إذن أنا كم شخص سأتابع سأتابع ستة واحد اللي هو الاثنين المباشرين من عندي وكل واحد منهم عنده اثنين مباشرين سأتابع ستة أشخاص في الشهر الأول طيب بالشهر الثاني الآن أتيت بعضوين جدد ثلاثة وأربعة طبعا سأتابعهم وأسات سأتابع المباشرين منهم إذن أيضا سأتابع ستة أشخاص في الشهر الثاني ورح أتابع أيضا اللي فوقهم اللي جبتهم بالشهر الأول تمام؟ طيب بالشهر الثالث نفس العملية الرابعة الخامس السادس طيب لاحظوا الآن يا أخواني من أتابع؟ إذن أتابع أنا جيلين الجيل الأول اللي هم 12 شخص رح يكونوا معي والجيل الثاني كل واحد منهم حيجيب 2-2-2 وبالتالي عندي جلسة أنا يومية متابعة عندي جلسة أسبوعية لأنه إحنا في مشروع استثماري ضخم جدا في نهاية المطاف سيحقق لك أقل شيء 2000 دولار بستة أشهر يا أخواني الخطة رائعة وجميلة جدا مع DXN هذا البزنس يسمى Crazy Business تحياتي لكم شكرا أخوكم ومحدثكم محمود المصر